منذ أكثر من نصف قرن ما يزال اسم معهد جميع الغانم للفنون الجميلة يتردد كتاريخ وقبلة فنية على امتداد الجزيرة بأسرها المعهد الذي تأسس في مطلع سبعينيات القرن الماضي نتاج امتزاج رؤية الموسيقار أحمد قاسم والسياسي التنوير عبد الرزاق باذيب لتتخلق نوات أول معهد موسيقية على امتداد المشرق العربي ومنذ وضع اللبنة الأولى لتأسيس ارتبط المعهد اسما ووجودا ومنهجا وتطويرا بمديره الأول الموسيقار والملحن جميع الغانم الذي أسهم في انتعاشه وتمييزه ومنحه بعدا ونشاطا وتخصصا واسعة وعلى مدى عقود من تأسيسه تناوب على إداراته ثلة من رواد الثقافة والفن وعلى رأسهم الموسيقار أحمد بن عودل والمثقفة الدكتور عمر عبد العزيز وآخرهم الفنان التشكيلي فؤاد مقبل وشهد المعهد سنوات تعاش منذ تأسيسه وحتى مطلع التسعينيات حيث أسهم في رفض المشهد الفني بمواهب فنية سجلت حضورا فنيا محليا وخارجيا وكبيرا ومع اندلاء الحرب توقف المعهد بعد أن أسكتت أصوات الموسيقى ليعاود نهوضه مجددا ويفتح أبوابه لجيل جديد من هوات الفنون في المدينة والعاصمة الجميلة وكغيره من المؤسسات الثقافية والفنية التي يعتريها ويخيم عليها الجمود يوجه المعهد تحديات متداخلة تحول دون تعافيه والعود به إلى أوجي إشعاعه وإشعاع عدن جنة الدنيا والموسيقى والفن